نتكلم كلمنا قبل كده عن تأخر الإنجاب وقلنا التعريف أو المصطلح اللي احنا دايما نفضل نقوله هو تأخر إنجاب ولا يستعقن لأن الإنسان العقيم هو الإنسان الغير قادر على الإنجاب وطالما الرجل التحليل بتاعه يحمل عدد من الحياة المنوية وطالما السيدة لسه الدورة بتيجي حتى لو مش منتظمة يبقى احنا قادرين على الإنجاب بنسميه تأخر حمل تأخر الحمل قلنا في نوعين تأخر الحمل الأولي وتأخر الحمل الثانوي تأخر الحمل الأولي هي السيدة التي لم يسبق لها الحمل من قبل تأخر الحمل الثانوي هي السيدة التي قطبق لها الحمل من قبل سواء الحمل ده كمل أو لقدر الله ربنا لم يكتب له إيه أنه يكمل قلنا دايما لما بنيجي نتكلم عن تأخر الحمل الأولي دايماً بيجي المسؤول الأول والمتهم الأول هو المبيض والتبويض ويجي على مشاكل عدم التبويض أو عدم انتظام التبويض يجي دايماً نمرة واحد تكايص المبايد في نفس الوقت قلنا دايماً أكثر سبب بيجي سبب ليه أتأخر الحمل السنوي هو مشاكل في قناتي فلوب ودايماً بنقول قد تكون قناة فلوب والالتصاقات اللي بتيجي بعد كده فيه من سبب الأولادة قيصرية وأي عملية في الحوض زي أورام لفية تركيب لولب إلى فترات طويلة وحدوث معا مشاكل يمكن عملية الزايدة قد يكون كل الكلام ده هو سبب من أسباب حدوث بعض الالتصاقات في قناة فلوب وبالتالي ينتج عنها فقدان العلاقة الطبيعية ما بين قناة فلوب والمبيض وإن إحنا في الآخر ينتج عنه أنه يتمنع وصول الحيوان المنوي للبويضة ويمنع بالتالي تخصيب البويضة ووجود الجنين أو اللي يعني البويضة المخصبة ترجمة نانسي قنقر